إلى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي تقام مباريات جولتها الثالثة في الأيام المقبلة ونبدأ بالمجموعة الثانية التي ستشهد المباريات التالية أربيل يستضيف على أرضه في قمة هذه الجولة فنجاء العماني بينما أهل تعز اليمني يستضيف الأنصار اللبناني دكتور نتحدث الآن عن استضافة أربيل لهذا الفريق العماني الشريك في صدارة المجموعة الثانية هم يتشاركون في صدارة في كل شيء في النقاط وفي الأحصائيات على مستوى الأهداف المستقبلة والأهداف المسجلة فبالتالي المباراة بالفعل بكل ما للكملة هي فضل الشراكة وطبعا الأفضلية لأربيل بحكم عامل الأرض وجهور ورغم أن هناك هزة إن صح التعبير على المستوى المحلي ما يأثر تقريبا المستوى المحلي مرات ما إلى علاقة بالمستوى الآسيوي حتى نرى بطولة أوروبا المستوى الدوري المحلي لا يأثر على هذا لأنه تقريبا استراتيجية تختلف بنسبة اللاعبين ومنسبة المدرب وحتى الإدارة أنا أصور أربيل هذه المباراة بالنسبة حاسمة بالنسبة له يعني يجب أن يفوس في هذه المباراة لأنه في ملعبة ولو هو في ملعبة لحد الآن بالبطولات التي شفناها سابقا غير موافقة في ملعبة يعني يمكن يلعب بره وأفضل ما يلعب في ملعبة لكن يجب أن يفوس في هذه المباراة وإمكانية فوزة موجود لأنه يملك لاعبين على قدر كبير من الإمكانية العالية وخبرة أصبح الفريق خبرة في أبطول خبرة أسوية عنده موجودة ثقة بالنفس أيضا لاعبين عنده هداف الدوري موجود عنده مثلا أمجد راضي أمجد راضي ولاعبين آخرين أنا أصور الفريق ما يقدم الإدارة والنادي والجمهور الموجودة لسانده يجب أن يفوس في هذه المباراة لكن الخصم صعب دكتور هو بطل الدوري الأماني في الموسم الماضي هو الآن منافس أيضا على لقب الموسم الحالي مثل ما قلنا هو يتساوى مع أربيل إحصائيا في كل شيء فبالتالي هو ند أيضا لأربيل مئة بالمئة يعني أول مرة من نقول نحن عندنا مبارات مهمة جدا يعني يجب أن يكون هناك من نقول ند ند أنه يكون فاصلة أكون ناس أو أكون لاعبين يعمليون الفارق هل أنه عندنا في أربيل لاعبين يعملون الفارق؟ هناك موجودين لاعبين يعملون الفارق وبالتالي ممكن يعملوا شيء لكن الجيد أنه في أرضك تلعب بين جمهورك يجب أن يكون هناك حافز أكبر وأحسن من فريق العماني وبالتالي أنا صور يعني من خلال خبرتي من أنه أربيل يقدر يجتاز هذه المبارات وهو ضروري جدا أن يجتاز هذه المبارات إن شاء الله كل التوفيق للمبراطور الأصفل وصيف البطولة في تجاوز هذه المبارات وتحقيق نقاطها ثلاثة للإنفراد بأصدارة دعونا مشاهدين الكلام نذكركم بترتيب المجموعة الثانية قبل انطلاق الجولة الثالثة مثل ما قلنا أربيل وفنجاء في المركزين الأول والثاني على التوالي متساويان في كل شيء بستة نقاط ثم يأتي أهلي تعز في المركز الثالث والأنصار في المركز الرابع بدون أي نقطة إلى مباريات المجموعة الثالثة التي ستشهد المواجهات الثالية ضفار العماني متصدر المجموعة الثالثة يستضيف دهوك العراقي في قمة هذه المجموعة بينما الفيصل الأردن يستضيف على أرضه شعب اليمني دكتور بالنسبة لدهوك مهمة صعبة يعني دهوك رغم أنه في المباراة الماضية كان صاحب الأداء الأفضل وكان هو الأحاق على الأقل بنقطة التعادل لكنه خسر لسوء الحظ في الثاني الأخيرة وبالتالي الآن أصبح متساويا مع الفيصلي في المركز الثاني والمباراة الثالثة له هي أمام متصدر الدوري الضفار الضفار القوي صاحب الخبرة التي لربما تفوق خبرة دهوك في البطولة الأسوية يلعب خارج أرضه في الأرض العمانية وهي أيضا في مصلحة فريق الضفار دهوك أمام مهمة صعبة يعني أنت الصور رح يلعب الفيصلي رح يلعب ويها شعب في الأردن وبالتالي أنا صور رح يكون مصلحة إذا معناتك وست نقطة رح تكون عدة فييجب أن يفوس في هذه المباراة يعني زخوا إذا تعثر في هذه المباراة يعني ماناتك الامور تنقلب عليها تماما تصعب مهمتها جدا جدا تصعب ويجب أن يفوس في هذه المباراة أنا أصورها صعبة لمباراة بالنسبة لي ما عندها الخبرة الكبيرة موجود لاعبين عندهم على مسوى جيد لكن يبقى ظفار من فرق الكبيرة جدا ولديه لاعبين خبرة خليفة عائل وأسماء أخرى كثيرة يعني كثيرة جدا رح تكون مباراة صعبة لكن حتى لو يطلع بنقطة واحدة يكون عندها الأمل قوي جدا طبعا مكسب بالنسبة لدهوك هل نقول في مصلحته بأنه لم يخذ أي مباراة رسمية خاصة أنه الآن في فترة التوقف الدوري هل هي في مصلحته حتى يكون جاهز بدنيا وبعيد عن الضغوط النفسية أم أن الفريق يفتقد بحكم التوقف الدوري يفتقد إلى لياقة المباريات وبالتالي هو الآن سيوضع في موقف صعب في مواجهة رسمية أمام فريق جاهز يعني أنا أصور الحالات لما تكون عندك مباريات غير مباريات الدوري الدوري متوقف يجب أن يكون هناك عندك فترة للعداد من خلال فترة للعداد يجب أن تكون ألق المباراة وحدة ودية حتى تقدر توصلين للمباراة الرسمية أنا أصور بدون مباراة ودية جيدة لا يمكن أنه فريق حقيقي دهوك يعمل شيء لأنه فترة طويلة ليست قصيرة لننسى طبعا يعني طويلة وبالتالي يراد عندك مباراة على أقل حتى تكون على أقل جاهز مباراة رسمية أمام أتصور دهوك في معسكره التدريبي يخوض بعض المبارايات الودية وهذا التأكيد هو التحضير من مناسب صحيح لكننا لا نسمعنا بأي مباراة ودية خاضة يعني على مستوى جيد يعني حتى نقدر نقول أنه يستعد جيدا لظفار يستعد تهيئ للمباراتها وبالتالي الصور مصعوبة جدا عكس ظفار الذي يبدأ للمباراة دوري وبالتالي يعني تهيئ للمباراتها تماما كل التوفيق طبعا لصقور الجبال مثل ما يسمون أنفسهم فريق دهوك موثلنا في بطولة كأس الاتحاد الآسوي لتفوق في هذه المواجهة الآسوية واحتلال الصدارة من جديد دعونا مجاهدين الكرام نسترجع ترتيب المجموعة الثالثة الظفار العماني ينفرد في الصدارة بست نقاط دهوك في المركز الثاني والفيصلي في المركز الثالث متساويان بثلاث نقاط لكل منهما بينما يأتي شعب إب اليمني في المركز الرابع موسيقى موسيقى إلى الحدث الكروي الأبرز في بغداد خلال الأسبوع الماضي وهو استضافة ملعب الشعب الدولي للقاء الرسمي الودي الأول لأسود الرافدين في بغداد منذ عدة سنوات أمام نظيره المنتخب السوري الشقيق والذي انتهى بفوز صعب للعراق بهدفين مقابل هدف بداية ندعونا نتابع هذا التقرير الذي أجراه مراسلنا في بغداد أحمد الزبيدي عن هذه المباراة وعن هذا الحدث الرياضي المهم رغم أنه شاخ وجاوز عمره الخمسين عاما لأن الروح عادت إلى ملعب الشعب الدولي ما أن عاد له الجمهور الذي حضر مباراة منتخب إسود الرافدين مع فرسان الشام الذين كانوا أول من لبى نداء رفع الحضر عن الملاعب العراقية وإن كان للمباراة الودية ليثبت ذلك الجمهور العراقي أنه جمهور خلوق ومنضبط ويستحق حضور مباراة جماهيرية على أرضه التي حرمت لسنوات انطواد أشكر الجمهور الكريم واللاعبين وأشكر امتحال الكرة على التنظيم الجيد للمباراة بالنسبة للجمهور اليوم الجمهور كلها فرحام بالمنتخب منتخب بسود الرافدين يعني فاتحة خير إن شاء الله يعني هذا الرسالة يعني إحنا نوجيها الجمهور العراق أخثر من خمسين لمدة فرريج وبالله من يعرفش قيد نوصلنا للاتحاد الدولي أن نرفعه لنحضر كافي بعد خطوة رفع الحضر عن الملاعب العراقي كان لها بالغ الأثر في إحياء الأمل لدى الجمهور العراقي الذي حضر منذ ساعات صباح الأولى من أن القادمة أفضل وليكون هو نجم تلك الليلة التي رسمت ابتسامة على محي الجميع وإن شابها بعض الأخطاء هنا أو هناك ومع رفع الحضر عن الملاعب حتى بدأ العراق يجني ثمار ذلك القرار سريعاً إذ لم تتوقف تلك النتائج عند حد المباراة بين العراق وسوريا بل تعدتها إلى أصول رئيس الاتحاد الأولمبي الأسيوي أحمد فهد الأحمد إلى بغداد بعد يوم واحد على تلك المباراة ليؤكد بعد زيارة المدينة الرياضية في البصرة حق العراق في استضافة خليج 22 لافتاً إلى أن الانضباط الذي أثبته الجمهور العراقي خلال مباراة العراق وسوريا سيدفع بالاتحاد الدولي إلى ضرورة رفع الحضر الكامل عن العراق اللي شفت اليوم هناك منظومة كاملة لاستضافة البطول على مستوى الملاعب الرئيسية فهناك ملعبين متجاورين تستطيع أن تغير فيهم مبارتين بشكل منظم كما هو برنامج الوسمي لمباريات في أسن خليج اللي شاهدت اليوم محل إقامة للإعلاميين واللاعبين داخل منظومة المنشأة الرياضية بما يكفي الأعداد المطلوبة لأي وفد أو أي بعثة إعلامية سواء داخل الملاعب أو خارج الملاعب اللي شاهدت اليوم منظومة صحية كاملة من خلال مباني ونشآت تعتني بالصحة سواء الصحة اللياقة والتجهيز البدني أو الصحة اللغائية والعلاجية الآن وبعد انتهاء المباراة بات على الاتحاد العراقي مراجعة جميع تفاصيلها والتدقيق بكل الإخفاقات صغيرة كانت أم كبيرة لتجاوزها مستقبلا لأن استمرار الأخطاء دون الاتعاض منها لا يعني فشل الاتحاد فحسب بل قد يتسبب بعودة الحرمان الذي قد يستمر لعشرة سنوات أخرى بحسب مراقبين لبرنامج منعب الشرقية أحمد الزويدي بغداد